لو الانسان يقدر يخلص نفسه بالاعمال الصالحة والكلام ده كله ما كانش هيبقى تصور قلبه شرير كل يوم ما كانش قيين جت الهبيل احداث كتيرة وحاجات كتيرة واقعية بتؤكد ان احنا مولودين بالطبيعة والحياة تانية الاحداث بتؤكد كده الكتاب بتكلم كنا بالطبيعة ابناء الغضب نعم رسالة افسوس فهنا بنشوف ان الكتاب المقدس كله وتعليم الكتاب المقدس كله بيؤكد هذا العمل بعض الناس بتعلق على ايه هو الكتاب ذكر كلمة خطيئة اصلية هو يعني لما انا بتكلم عن اصل الانسان هو الكتاب ذكر كلمة اصل الانسان فكرة الخطيئة الاصلية معناها بداية الخطيئة فالخطيئة الاصلية مش لازم تذكر باللفز خطيئة الاصلية عشان اعرف ان هي خطيئة اصلية يعني ابتدأت من فكر أغسطينوس في البداية يعني هاي الفكرة وتطورت هذه الفكرة لكن الكتاب يتكلم يعني بأشكال متعددة يعني تصور قلب الإنسان شرير القلب أخدعه من كل شيء وهو نجيس من القلب تخرج الأفكار الشريرة بولوس بيتكلم بولوس الرسول إذ هم مظلموا الفكر يعني الفكر نفسه أظلم فأنت بتحاول تنير هذا الفكر بمعرفة يسوع المسيح طبعا بمعرفة كلمة الله